ايه ده؟ الخزنة دي ليه رقم سري؟ اكيد طبعاً والسعي كده؟ تاريخ ملاد جده كام؟ تلاتين عشرة أربعة وتمانين تعرف منين انت؟ إلا عرف منين؟ اي عائل صغير عارف تاريخ ملاد جده ده الداف الأقلي وأفريقيا يا بنتي انا مش بتكلم على جده ده انا بتكلم على جدنا احنا أتنين وعشرين عشرة ألف تسهمية اتنين وتلاتين معلش ناينتين أم أتنين قبل الثلاثة 그랬 الاتة قبل الثلاثة عشرة ثلاثة قبل الثلاثين معروفة ل الثلاثة أكبر بالاثنين انتو في العربي بتقوله عشرة ثلاثة ففي العاقل كده لالةenas الإنجليز في الإنجليز كإت تاليتو خلاص أنا هتمر ما بتفتحش طب جربي كده تاريخ ميلادي تاريخ ميلاديك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني مو هو بيفتح اللقميل بتاعي الباسورد تاع الاتم تاعي جده كم؟ يعني ايه الاتم دي؟ الاتم اللي هو الرقم القومي يبني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي الاتم دي البطاقة الاتيمة عشان كده اسمها الاتم اللي هي دلوقتي بيسموها الاتم مش لما تكيت خشي مكان اولاك لو سمحت هات الاتم بتاعك هو ده انتو بتخلي فين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تكلف اول مكان ده بيخلان فكر بشكل متخلف وفكر بشكل علم شوية انا ممكن شوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده يعني ايه رقم العدد فين ده؟ رقم العدد الموجود على المجلة من بره اوكي سعي انا صفاتге صفاتذي صفاتغ اه إذا أين الفلوس؟ وديتي الفلوس في إين؟ الفلوس إيه المتخلفة؟ ما إحنا فتحين الخزنة قدامك أهو فيها زفت مجلة أيوة، طب إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه يعني؟ هنقفل المرسة منروح ما إحنا لقينا مجلة تانية يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس لغز جديد إيه يعني بقى بشفاهمة؟ زي الأفلام الأجنبي بالزبط عارف البطل الأجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان ما تقولش كنز الفلوس، الدهب، وريفر وريفر يعني البطل بتاعنا، ماشي؟ لما بيشيل الفلوس بتاعه في مكان بيسيب دليل إحنا نمش وراء الدليل، الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل ياخدنا الدليل لحد ما نعرف طريق الفلوس زي فيلم الكنز القومي إيه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر تب دول إيه؟ بتاع نيكولاس كنز لا، نيكولاس كيدز لا، 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 أنا مش هادر استحمل الناس دي في حياتي مش قادة تستحملي لي يا حبيبتي العالدي شكلها بتفهم، وشكلهم كده ماشيين صح بص، إحنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس طب وعلى إيه؟ ما نحل الكلمات المتقطعة؟ يمكن جده سيب لنا فيها عسلة زي اللغز اللي فات صح واللهي، انت عايشة في أفلام قوي طب هاتي، هاتي المجلة والقلم هاتي ليه انت تحلي؟ أنا هحلي هتحلي ليه؟ وشتي لسه عمالة تقولي أفلام، هاتي يلا احنا الشركة زي بعض، أنا ممكن أحل الكاطعة وإنت تحلي كاطعة بقولك يا بتانتي، أنا مش نقصة تفاهة وهيافة، هاتي المجلة بدل ما خليك انت قاطعك لا انت هابلة بقى، انت بتتكلمي إزاي كده؟ أنا مش عشان تكتلك عند عم بندر في البيت فكريني يسكتلك على طول ولو مش كتشة تعملي لي ايه يا حبابتي هاتي حبابتي المجلة بدل ما تديك على وشك لا لا لا، عجل ياففي مادة تنسيخ هادي قعي لا، ولا احسن متشكيل بسمخير انتو مين بقى لما أغزها؟ بندق زكا با بندق انت فين ياهم أغزه بلا الخضر اهلا العمدح اهلا العمدح حبيبي زكا با بندق حشني انت عمي بايه؟ الحمد لله سنين ما شفت اكسب اليوم من قو الله الحم ومغزة ممال اوه اهلا بتعلم الحال بالزروف دقو الدنيا وكده اوه حضرتك كنت تعرف جدو عزي المعرفة ده كان حبيبي أكيد أنتوا بقى أحفاد متكاون صح؟ واضح أن حضرتك زكي ولماح يبقى أنت بقى أكيد شريهان بتاع بحليل واضح أن حضرتك ما عندكش تمييز خالص أنا نيلي واللي لابس بطاطس هناك دي هي شريهان بطاطس في عينك أنا شريهان يا بيه شريهان ونيلي أبقى أنا بقى عم فوان يا حينو جديكو ده أصلا الله الحمد كان صاحب الرأي بالروح أنا عرف من الأوام صور 52 حضرت معا تقراكم الكنال حضرتك والعدوان السلاثي وحضرتك معا أفتتاح وامي أه últimos لاا Strength يلا لا أجل تعصينا أما أنتِ عارفين كل حاجة طب ليه مش أنحل الكلمات المتقضعة طيب المتقضعة إيش ممش وقت المتقضعة دلوقتي بلدتك احنا كدا هلتأخر هلتأخر على إيه هو إحنا فيه حاجة في حياتنا غير أنحنا نحل اللغز لغز لغز الغازة والدهب. وتعرف البنت دي يا اخلا شاية حابتين. بتحب انها تحلل الغاز بتاعت جدهب. ما شاء الله. يا قلت. لو عشان احنا العربية مستنيانة تحته. نقص. خلص. يلا. 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 طيب يا بنا. وخلينا نشوفكم بقى. انا مكتبة مواخزة هنا فوق المرسم على طول. لو عشوا حاجة تعالول يا. طب الخزنة السرية احنا سايبانة مفتوح. احنا مفتوح. احنا مفتوح. احنا مفتوح. احنا مفتوح. احنا محكي مفتحة. احنا مفتوح. وسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. بس لا تصدق عم دهب ده شكله رجل طيب. ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخفيف جدا ماوتني بالضحك لما قالوا ام بي دي ما قدرتش. اه بس انا وان بي دي ما رحكتنيش. بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي تنرفزه بسرعة ويهدوا بسرعة دول. ايوا وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. ما لش انتو بتتكلموا عنه عم دهب ده؟ اه. كل ده لحقته تعرفوه في الضيئة لو قفناها مع الرجل؟ عادي يعني. اصلا انا ليه نظف لبني ادم. نظرة ايه وزفتي ايه بتتكلمها عنها دي. عمك دهب عمك دهب الرجل طيب رجل مش اه. عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي سوابعك ولاها. ده ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح. شرق فلوسه كلها. حبي جدك بقى يديله مغرز. اما قال له هات حبيت فلوس كده هو اشغلهم معايا كده في ماشروع. اما لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمة. يعني جده اخد من الراجل ده فلوس. ايوة. يعني جده كان حرامي. لا يا بنتي. جدك كان شريف. الحرامي صحيح هو دهب. خد منه فلوسه. جدك الحب اللي خدهم بس جزء من اللي يسرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقولكو بس. اللي دهب ده خبيس ومكار. خبيس ومكار على نفسه. احنا انا واحدة عندشوفه تاني. بفك طعمكو. عشان لما تسططوا فيه تعرفوه على حقيقته. اا 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 انا هتطر استازن بقى ازا عشتوا مني اي حاجة اتصلوا بي واني هاجي دوري حاطولي. استازني انا شاكك اصلا ان انت تعهف تراح بينكم اصلا. لا 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 لا. انا بركب اي حاجة اوصل للبيت. بتركب اي حاجة ده ساكن فيين ده? هيدخل ضحي وصل يا رايس خليه يدخل يساك فل يا مالك يساك فل يا ضحي موظف ايه في حاجة تاني؟ لا بس انا لو من دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجانب طيب خلي بالك بسامي كل في حاجة وارا توعد عليها لا لا مفيش حاجة بالطمئ خير يا مالك انا عايزك يا ضحي شقاوة طيب تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو اعرف حاجة غير الشقاوة مجدش عملتها طيب اسمعني بقى كويس انيق لوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسى من النهاردة مع بنداري والله العظيم نيلي وشريهان ايه وحيعملوا الفوزير السنة دي ولا قد صغر فوزير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي مكاوي مين؟ ما انت لو تخرز وتسبع الكلام حتفهم الحكاية اوامر كمالك مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غادر بيا وسرقني وفي حد يقدر يسرقك كمالك مش ده موضوعنا ومن موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان المكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي اه وطبعا فلوس يفوصليهم اه ولما مات الفلوس اختفت محدش عرف راحت فيه اه وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناه انهم لقوا سكة على الفلوس دي فهمتك يعني انت عايزني انخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس لا خرب بيت غباوتك ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ باص عيه انا عايزك تحط عينك عليهم ترقبهم لأربعة وعشرين ساعة بتعرف هم ساكنين فين؟ بيروحوا فين؟ وبيجوا منين؟ وبياكلوا ايه واشربوا ايه؟ وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي خلاص استبينا بس الاول اتفق على عرقك سامعك قول عملية زي دي ما اخدش فيها هالي من مئة الف آيف لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا خلاص ثمانين الف آيف الله ما لقيت آيف منك اخر كلام خمسين الف آيف خمسين ليه؟ وانا مؤجر جيمس بوند لا مؤجر ضاعي وساعدتك عارف من هو ضاعي من عشان عارف من هو ضاعي مفيش اكتر من خمس تلاف جنيه قلت ايه؟ وانا مش حاكسر الخمس تلاف جنيه دول معاك يا مالك ده انا خطفتلك ابن شريكك باربع تلاف جنيه وشلتلك عربية البطاطا لتحت البكتب عشان تعرف تيركن وخدت في الاخر كوزين دورا هم خمسة قلت ايه؟ خمسة خمسة مش حكسر كلمتك يا مالك بس اللي انتقلت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك استبينا ألتقى جزالة بقى دي ايه راح فين؟ هروح اراقي ابنالي وشرياء طب مؤاخذة يعني؟ تتعرفش كلهم؟ لا تتعرف هم مسكنيه فين؟ لا لأ تتعرف هدو وصل لهم ازاي؟ لا لأت لؤك يا اخي كله لأ لأ ومن راح تعمل ايه؟ اه صحيح فتاة ندي اه عشان فتاة ندي هم ثلاث بواقب مبش غيره